أتوقع أنه استطلاعات وهمية هدفها زعزع تستقرار البلد ونسبة أغلب الشعب الأردني الأصلي أتوقع ما عنده النخوة العربية أنه يعتزل بالبلد فلسطين فما أتوقع هذا الاستطلاع صحيح لأنه هاي النسبة تتحدى نصف المجتمع الأردني وهذا الكلام عاران الصحة أي شي في مصلحة المصالح الوطنية للأردن المفروض الكل يكون معها والقيادة هي اللي بتقرر هاي هي المصالح هل هي تتعامل مع أي جهة أو أي إن كان لأنها أدرب الأمور يعني إحنا ما بنعرف عنها سياسات خارجية سياسات عالمية فالقيادة هي الوحيدة اللي بتقدر تحكم أو تقرر أنه تتعامل مع أي جهة مهما كانت ما في مصدقية مصدقية مع أعدائنا كيف تتسير والله أعتقد بأن الشعب الأردني والشعب الفلسطيني ضمن إطار وجهة نظره للقضية الفلسطينية هو نظرة واحدة لن تتغير ولن يغيرها شيء ولم تكن يوما من الأيام مختلفة عما عهدنا سيبقى القضية الفلسطينية وقضية القدس وقضية أن القدس عاصمة فلسطين ستبقى عالقة حتى تحل هذه القضية نسبة مبالغ فيها أول شيء أنا بشك بالرقم هذا الرقم مستهيل برأيي الشخصي أو أن الاستطلاع يكون فيه خطأ أو أنه منصب على فئة معينة مثلا خلينا نحكي أنه ما بتعطي مؤشر عن واقع المجتمع الأردني أو ما بتمثل المجتمع الأردني إذا كانت هاي النسبة صحيحة لأنه يعني إذا بده يكون فيه ناس يعني خلينا نحكي أنه مع التطبيق أو أنه بيميلوا لشيء هذا فمش رح تكون نسبة أكثر من عشرة يعني عشرة، عشرة، اتناعش بالمية، خمستعاش بالمية أما كنسبة زي هيك أكيد يعني نسبة